معي من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة أهلا بك معنا اليوم عندما نتحدث عن خسارة داعش لخمسين ألف إرهابي في عامين هل ممكن أن نتحدث عن انعكاس هذا كيف كان واضحا على الأرض مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة بكل تأكيد تنظيم داعش خسر الكثير من الموارد البشرية والمادية خلال العامين الماضيين وازدادت هذه الخسائر في هذا العام ومنذ معركة الفلوجة التي كانت حدا فاصلا بين مرحلتين مرحلة ما يسميه التنظيم مرحلة التمكين هم عادوا الآن إلى مرحلة ما قبل التمكين أو ما يصفوه في أدبياتهم جهاد الممكن أو نحن نسميه في المفهوم العسكري عادوا إلى عمليات حرب العصابات الكر والفر تنظيم داعش خسر الكثير من أراضي المجال الحيوي الذي كان يتحرك فيه خسر مناطق الاهتمام العسكري والسياسي وخسر أيضا الكثير من المدن التي كان يستخدمها أو يمد عبرها شبكات لطرق الإمداد وشرائين الحياة التي تمد تنظيم داعش بمستلزمات إدامة زخم سواء المعركة أو الحرب أو العمليات الإرهابية في كل مكان في معركة الموصل في الوقت الحاضر مدينة الموصل ومحافظة نينوات تعتبر بالنسبة للتنظيم الإرهابي بمنظورة العالمية هي بمثابة الرئيس من جسد التنظيم فلذلك سيكون لهذه المعركة تداعيات كبيرة في مستوى عمليات التنظيم على مستوى الخارج والداخل لماذا؟ لأن التنظيم لديه ما يصفه هو بيئة الولايات في مختلف أنحاء العالم هذه الولايات بعضها حقيقي وبعضها على الورق الحقيقي هو ما موجود في شمال أفريقيا في سرط وتجري الآن معارك وألحقت به هزيمة منكرة وأيضا هناك في جنوب أفريقيا غرب نايجيريا جماعة بوكو حرام هناك الكثير من المناطق في القوقاز نعم مناطق في سوريا في العراق الكل اليوم تنظر إلى الاحتمالات احتمالات نهاية هذه المعركة وبما أنه هؤلاء التنظيمات أو هذه التنظيمات من ضمن استراتيجيات لإنهاء هذه الجماعات اليوم عندما نتحدث عن تدمير 168 شاحنة تقول سهريج نفط بسوريا لتنظيم داعش إلى أي درجة هذا مهم وماذا يمكن أن نقول أيضا فيما يتعلق ب ما الذي يحتاج إليه التحالف اليوم للقضاء على موضوع النفط هذا الذي يدر طبعا اقتصاديا الكثير على تنظيم داعش الإرهابي يعني موضوع استهداف البنية التحتية للنفط هذا نعم إذا أردت أن أتحدث عن التنظيم العالمي فهؤلاء يربطهم بتنظيم داعش يعني مصالح براغماتية صرفة وليست كما يعني يروج أو يسوق عقائدية أيديولوجية إنهم يعني انضموا أو أعلنوا الولاء لتنظيم داعش طمعا في الحصول على مكاسب مادية وأيضا لإرهاب بعض الجماعات الأخرى في داخل تلك المناطق أنا أعتقد أن انقطع هذا الشريان وانقطعت يعني انقطعت تمويل عن هذه التنظيمات سوف يؤثر بشكل كبير أنا أرى أن في العراق تنظيم داعش خسر الكثير من الموارد المادية وكان يرتبط بشبكة مصالح بعضها زراعي يعني في المناطق في سهل نينوى وبعضها كان يستخدم لاستقدام المجندين من خارج الأراضي العراقية عبر طرق أمدادات يعني معقدة وصعبة أيضا هو يعني خسر الموارد المادية كان يستخدم يعني يصدر ويستورد وهذا ما نتحدث عنه في العراق خسر ذلك واضطر عندما انسحب من حقول النفوط في القيارة هو أحرق يعني تلك الحقول وكذلك بالنسبة لحقول المشراق كبريت المشراق هو أحرق يعني تلك المعامل والآبار وتسبب أو كاد يتسبب بكارثة بيئية عكست على يعني القاطنين أو شكان أو شكان المحلين في تلك المناطق هو في العراق تقريبا يعني في معركة الموصل تحديدا أنه نعم نعم أسمعك سيد دياء اليوم بموضوع تراجع الاقتصادي نعم سيد دياء أسمعك بوضوح يعني هنا طيب سيد دياء الآن تسمعوني طيب لا يسمعوني سيد دياء على أي حال أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة معنا مستشار دياء الوكيل الخبيث في الجماعات المتشددة شكرا على هذه المشاركة من بغداد طيب سيد دياء عاد الاتصال مع سيد دياء سيد دياء تسمعوني صحيح لإدارة يعني المناطق التي أو ما تبقى من المناطق طيب لنبدأ من جديد سيد دياء تسمعوني لأنه كنت أكمل جملة نحن لم نسمعها تسمعوني سيد دياء شكرا جزيلا سيد دياء الوكيل الخبيث في الجماعات المتشددة على هذه المشاركة من بغداد